طيب بدام احنا بقى الحلقة بتاعتنا عن التجميل يعني حطر لا اغفل الشعر في الموضوع نتكلم عليه بسرعة كده ومعايا صورتين كده حضرك تعلقيلي عليهم تمام انا بالنسبة لمشاكل الشعر طبعا 90% من الناس اللي بييقوا في العيادة بيشتكوا من تساقط الشعر دور الدكتور هنا بييجي ان هو يشخص صح ايه سبب تساقط الشعر لان احنا عندنا 3 انواع او 3 اسباب رئيسية لتساقط الشعر فيه عندنا زي الصورة ديت اللي هي الصلع الوراصي ودي بتيجي فيها عنصر وراسة لو السيدة باباها او عمها او كده عنده صلع وبتيجي بسبب لغباط الهورمونز او نفيه زيادة في هورمون التاستوسيرون بيدخل السيدة في النوع ده من تساقط الشعر اللي هو الصلع الوراصي وفي الحالة دي لازم بنلجأ للعلاج بمادة معينة بتحفز نمو الشعر اللي هي بتبقى موجودة في الاسبريهات والحاجات الموضعية وفيه حالة تانية زي دي اللي هي اللي بنسميها التعلبة وده مرض مناعي بيجي برضو دور الدكتور هنا ان هو يشخص مظبوط ويقدم العلاج المظبوط لقصة التعلبة لان هي مرض مناعي فلازم يديها العلاجات المناسبة للقصة وفيه نوع ثالث من التساقط الشعر اللي هو بيسموه التالوجين افلوفيوم او تساقط الشعر المزمن بسبب ان هي حصل عندها انيميا في الحديد لازم نعرف مخزون الحديد هذا سعي بالضبط كده او سترس اتعرضت له او بعد الولادة او الرضاعة وده بتاخد لها مدة حوالي ستة شهور بترجع تاني لطبيعتها بس طبعا بنرجع للفيتامينز اللي هي زي البيوتين لازم تكون تحتاج شهر الطبيب بالضبط كده اللي هو يسرع ان السيدة ترجع للمعدل الطبيعي يعني ستة شهور دول لازم تكون بتشتغل مع دكتور بالضبط كده من ستة شهور الوحدة لو هي اللي سابق نفسها ستة شهور ممكن لا شاجع تحصل بالضبط كده لان الشعر تقيل جدا في الاستجافة عايز مواصبة في العلاج وهي بتبطير تلاحظ نتيجة بعد الشهر الثاني في العلاج